ما كانت تعرف بالمستعمرة الفرنسية تغيرت أحوالها منذ الانقلاب العسكري الشهر الماضي إذ أنهى زعيم الانقلاب اتفاقيات الدفاع العسكري الفرنسية وطلب إلى الشركات التي تعمل في مجال تعدين اليورانيوم مغادرة البلاد وترك الموارد المتاحة للنيجيريين ليديروها بأنفسهم يأتي ذلك مع إعلان المجلس العسكري لاستعداد لمحاكمة الرئيس المعزول محمد بزوم بتهمة الخيانة العظمى على أي حال قامت حكومة النيجير بجمع الأدلة اللازمة لمقادات الرئيس المخلوع شركائه المحليين والأجانب أمام السلطات الوطنية والدولية المختصة بتهمة الخيانة العظمى وتقويد الأمن الداخلي والخارجي للنيجير بعد علاقته برؤساء دول أجنبية ومنظمات دولية المشهد ضبابي بعد نحو أسبوع على انتهاء المهلة التي حددتها المجموعة الاقتصادية لدول غربي أفريقيا إكواس لإعادة الرئيس المعزول والتي أمرت بنشر قوة احتياطية لاستعادة الحكم في النيجير من دون توضيح متى وكيف ستنشرها في ظل انقسامات بين أعضائها بشأن التدخل العسكري وتغليب الدبلوماسية في هذا السياق يأتي إعلان الحكومة الانتقالية التي عينها المجلس العسكري في النيجر الموافقة على بدء محادثات مع إكواس لحل الأزمة بالتوازي يكثف وفد علماء الدين النيجيريين الوساطة بموافقة رئيس نيجيريا الذي يتولى الرئاسة الدورية لإكواس واتفق وفد العلماء مع قادة الانقلاب على الحوار كما رفع توصية إلى قيادة نيجيريا بعدم اللجوء إلى الحل العسكري إلى جانب مخاضي الانقلاب وتبعاته تبقى الهواجس الأمنية حاضرة في البلد الواقعي غربي القارة الصمراء وذلك مع سقوط ستة قتلى من الجنود النيجيريين وعشرة متشددين في معارك غربي البلاد هنا يطرح البعض تساؤلات عما إن كان الغرب وإكواس سيقبلان التطحية ببازومب في مقابل التهدئة